عايز اقول لبرج الجوزاء ما شايفيه هنا? حاول حاول ما تتكلمش عن حياتك مع حد خالص لان عندك آآ طاقة حسد ودي زي ما شفتها على فكرة في آآ في برج الاسد اللي هي نفط طاقة الحسد دي اللي هي على اي حاجة يعني اللي هو حتى لو نطيت من الشباك هيحتدوك. فحاول ما تظهرش كل حاجة عنك آآ او عندك آآ او عن حياتك او عن حاجات بتعملها آآ بالزيت بقى في المحيط اللي انت فيه. يعني ممكن لما تخرج برا محيطك ماشي يا عايزي. آآ ممكن تتكلم تفضفض آآ تحكي عن حاجة عندك. لكن في محيطك لا خالص. شايفك آآ منتظر بتفكر كتير. آآ بصوا بسبب الانتظار دا يعني انا قلتها قبل كده وهقولها دايما يعني طاقة الانتظار دايما مش حلوة. مش حلوة في اي حاجة يعني مش آآ مش في الحب بس. مش حلوة في اي حاجة. يعني ما تستنى حاجة للأسف بتتأخر كتير. وممكن ما تجيش. لان الانتظار بيأخرها. آآ فنحاول ان احنا آآ نلهي نفتنا في اي حاجة وبلاش نخلي عندنا طاقة الانتظار دي عشان اللي احنا عايزينه ييجي. يعني تقريبا يعني انت برج الجوزاء انت من الشخصيات اللي بتحب الشغل جدا. يعني تقريبا اغلب حياتك في الشغل. لو في منكم مش بيشتغل حاول تشغل نفسك باي حاجة يعني اي حاجة تانية. وان شاء الله قريب هعمل لكم قراءة عامة عشان نشوف ايه اخبار ايه اخبار الشغل عندكم. في الفترة دي عند بعضكم آآ ممكن تلاقوا موضوع قديم ممكن يتفتح. في انفصال مع ابراج طرابية. انفصال قريب دي حصل. ودي كانت علاقة غير موفقة. طبعا اكيد مش للكل. بس اللي ظهر عندي في القراءة كانت علاقة غير موفقة. بقولك انت ايه بقى يا برج الجوزاء في الحالة دي. بقولك انك تبص القدام. لان اللي جاي افضل بكتير. يعني بلاش نبص ورانا كتير. طوارتين اللي بيبص وراه مش آآ بيقع آآ مش بيشوف قدامه اصلا. فيه فرص بالضيع. لان انت مش بصص عليها. فنحاول ان احنا ما نبصش ورانا كتير. في ناس فيكو مقدمة على الارتباط. عايز اقول لهم ان الفرصة متاحة ومناسبة. فيه منكو بقى. بالذات لو رجالة. انتو اللي بتمثلوا في الارتباط. انت اللي تعب الطرف التاني يا برج الجوزاء. ومش بسبب حاجة اي مش بسبب ان انت يعني لعبي او اي حاجة من الحاجات. لأ هو الموضوع انك بسبب آآ شغلك. حياتك كلها شغل. بتنام وانت بتحلم بالشغل. آآ شايفة في العلاقة دي طاقة ابراج ترابية. انت بتحب الطرف التاني. انت يا جوزاء بتحب الطرف التاني. مخلص ليه. بس مش بتفوق غير لما بتسقده. ولما يرجع ترجع زيعتك تاني. يعني تفضل طول الشغل والوقت وحاجات من الكلام ده والطرف التاني يزهق ويبعد وترجع انت اللي بتكلمه. عشان بتحبه. بس لما تتأكد خلاص ان هو معك بترجع طول نفس الكلام انت مش هنسميه مبررات. انت سعلا دماغك عاملة كده. يعني شغلك واخد كل آآ كل حياتك. لازم نحاول ننظم شوية. لان ممكن الناس دي بالزات لو بنحبهم وعايزينهم ومش عايزين حد غيرهم. ممكن الناس دي آآ لو مشيوا في مرة مايرجعوش تاني. دي للبعض يا جماعة يعني مش للكل. وبالزات بالزات لو لاب مش بنات. في منكم في جواز وفي طرف تالت. سواء انت او الطرف التاني. يعني ممكن حد فيكم اتجاوز. الحد اللي متجاوز ده ممكن عايز وبيحب حد تاني. هو فيه نوع من انواع الانفصال. بس هو مش عارف ينهي علاقته تماما. ده ممكن انت او الطرف التاني. بس ممكن يكون في الغالب انت يا جوزيق. وممكن يكون في العلاقات الترابية على فكرة. يعني بص يا بورجي الجوزيق هقولك انت انت طيب جدا. بس في نفس الوقت ازاكي جدا برضو. يعني تقدر تفهم وتحدد انت عايز ايه? وتقدر تعرف لو الشخص مناسب ولا لأ? يعني تقدر تميز ان ده كان الشخص ده مناسب ولا لأ? يعني في الغالب قراراتك هتكون في ايدك انت. لانك انت كمان معروف ان انت بتقدر تحلل كويس قوي. اللي مرتبط من ابراج هواقية زيه بازات لو ميزين. هيحس في الفترة دي ممكن يحس بشوية بروض في العلاقة شوية. وده بسبب اوضاع خلاكية اه بتمر بيها الابراج الهوائية. بالذات الميزين. يعني اكتر حد متأثر بيها هو برج الميزين. ودي هتتحسن في اخر الشهر ان شاء الله. اللي فيه حب جديد بقى في الغالب هيكون من الابراج النارية. بس مش شرط يعني مش شرط لبرج هيكون برج ايه? بس هيكون حب موفق جدا لان هو كمان بيحبك. بيحبك ونفطه يسعيدك. يعني بيبدل يفكر في العلاقة اللي هو مع طرف نيري ده بيبدل يفكر في العلاقة يعمل ايه? ويسعيدك ازاي? يعني دي طريقة 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 تفكير الطرف التاني في العلاقة. بس اللي في العلاقة دي بعضكم كان عنده علاقة سابقة. ممكن العلاقة السابقة دي تكون مع برج ترابي. في الحالة دي ممكن اقولك تكمل لقدام يعني. تكمل لقدام. وتفكر. تفكر في موضوع الرجوع ده. آآ سواء عايز ترجع او ما ترجعش لان انا شايف ان الطرف الترابي عايز يرجع. وطبعا ده تفكيرك انت تفكر طبعا انت حر. بس بقول اللي شايفيه. كمان في منكم في المحكمة. وبرضو مع برج ترابي. عايزين تنفطلو وتبدأو من جديد. في الحالة دي عايز اقول لكم اللي هما في الحالة دي ان كل الحظ في صالحكم انتم. لان انا شايفيكم الظلامتوا فعلا من جرحتوا قوي في العلاقة دي. كمان زي ما قلت في الاول آآ في علاقات السحر كان السبب او الحسد. المهم هي طاقة خبيثة يعني كانت السبب آآ كانت السبب في حالات الانفصال دي. آآ الحالات اللي هي كان السبب فيها دي للأسف يعني حصل فيها صلاة. في منها ما فيش رجوع. سواء منك الرفض او من الطرف التاني. لان حد فيكو بدأ حياة جديدة. آآ بعض المتزاوزين بعض المتزاوزين آآ ما كانوش مرتاحين خالص في حياتهم. يعني متحملين ممكن نقول متحملين عشان اطفال. بس انتم نفسيا يعني شايفاكم نفسيا بتعينوا كتير. يعني لازم تستعينوا بالله. آآ والناس اللي منكو بتعيش حياة فيها تعب او نكت كتير. لازم جدا التحسين. يعني الصلاة قراءة القرآن. سماعي القرآن مهم جدا. الرؤية الشرعية. آآ متح البيت بالكامل بالمية والملح. آآ وزي ما قلت محدش يعرف عنكم اي حاجة خالص. لازم احدش يعرف عنكم اي حاجة خالص. آآ آآ البعد عن الاشخاص السيئة. انت حاسس بيهم. يعني الاشخاص اللي انا بتكلم عنهم دول. انت حاسس بيهم وعارفهم. انت عارفهم مين في حياتك. ابعدهم عن حياتك خالص. عشان تحس بالاستقرار وتطرد التقاط السلبية من من حياتك. تقاط تلبية وشيطانية بصراحة يعني. بتحيط بيك يا برج الجوزاء. آآ بيقولي النصيحة دي آآ اللي لازم تعمل بيها لان لو ما عملتش كده وربنا الحافظ طبعا يعني انت ممكن تدخل في واجع نفس كبير. مدمر. بعد الشر عليكم طبعا. آآ في منكم في علاقات سواء بجواز او ارتباط. اي ارتباط تاني يعني غير جواز. العلاقات دي لبعض كم سيئة جدا. وطبعا اللي سمعني آآ كل واحد عارف حالته. علاقة سببت لك تعب. سببت لك خسارة من كل النواحي. اتخزلت كتير فيها. آآ وشايفاك اديك فيها كزا فرصة. كل ده خد من صحتك ومن اعصابك. في منكم نها العلاقة. اللي هي السيئة ومنكم نفسه. بس انا عايز اقول ان الفترة دي القريبة اللي احنا فيها بالنسبة لك يا برج الجوزاء. مش اصبر وركز في كل حاجة بتدور حواليك. لحد ما تكون الفرصة مناسبة ويكون الوضع تغير شوية عشان تقدر تقرر انت عايز ايه. آآ شايفة البعض منكم يا اصحاب برج الجوزاء ولو قليل جدا ولو واحد في المية بس ظهر معي حاجة شفتها يعني آآ لجأ ممكن يكون لجأ لنوع من انواع السحر بغرض الاصلاح. يعني بنية سليمة. ممكن تكون نقلت حاجة عن حد او استعانت في حد من اللي بيعمل حاجات دي. بس في الغالب انت اللي عملتها الحاجة دي. يعني حاجة نقلتها عن حد. جبتوا بقى يعني الحاجة دي اللي انت نقلتها وعملتها دي كان فيها آآ آآ نوع من انواع التلاصم او الاسماء الغير معروفة. يعني كلمات انت مش عارف مش عارف لها معنى. نفستها بزي ما هي. عايز اقول ان الحاجات دي غلط جدا وهتزود اللي انت فيه مش هتحلو. يمكن انت لو عملتها هتكون حسيت وخدت بالك من من اللي انا بقوله ده. يعني ان المشاكل اللي عندك بتزيد او مفيش آآ او مفيش ليها علاج يعني بالطريقة اللي انت استعملتها او خليت حد يعملها. لان دايماً الحاجات دي القرمة بتاعتها وحشة. يعني وحشة على الحد اللي هو بيعملها حتى لو بنيت اصلاح. يعني طبعاً يا جماعة يعني الله اكبر واعز وا اقدر. يعني بلاش نستعين باي حاجة غير ربنا وكلامه. اي كلام اشوفه غير مفهوم لان اللي عمل كده هو عمل كده هو مش اصدق. اشوف كلام في حاجة واخدها لعلاج. اشوف فيها كلام غير مفهوم لينا خالص نبعد عنه تماماً. يعني انا عارفة انك متضرر. آآ وبتتعلق ولو بأشاية بس لازم يكون فيه يقين في ربنا. وان حتى السحر اللي اتعمل لك هو حصل باذن ربنا. يعني كلنا عارفين واما هم بضررين به من احداً الا باذن الله. فحتى السحر اللي اتعمل هو باذن ربنا. وكل امر الله خير. يعني ممكن الحد اللي عمل كده معيكو عمل السحر ده يكون حد سيء جداً جداً. وربنا ازن لسحره ان يكون عشان الحد ده يبقى شايل زنب كبير قوي. انه ازن ليس. وانت كمان في نفس الوقت تكون تعرضت القرب والطلاق تؤجر عليه. بصبرك طبعاً ان شاء الله. فكل امر الله حتى لو ظاهره فيه حاجة وحشة هو خير ولازم نبقى متأكدين كده. زي ما قلت فيه رجوع لابراض هواية ومائية. بس تفقيدك انت الاختيار. والقرار. لازم تهدى. تثبت كده شوية امور في حياتك معينة لاني شايفة اه للكم نهار ونهاركم ليل. آآ ننظم تنظم حياتك عشان تقدر تركز ويكون قرارك سليم. وعشان صحتك برضو يعني. آآ لانك لو فضرت في الحالة دي ممكن تتعرض لسوق اختيار. زي ما تعرضت له قبل كده. كان عندكم قبل كده سوق اختيار. شايفة في عندك يا جاوزي. انتصار على ظلم انت تعرضت له. في الظلم انت تعرضت له. عندك انتصار ان شاء الله بعد ما هتكون فأدت الامل خلاص فيه. آآ في ان يحصل لك حاجة او يتردلك حقك. يعني بعد ما هتكون فأدت الامل عندك انتصار. بالذات ان انا شايفة ان بعضكم عنده اصلا آآ فيه جواه احساس بظلم. مش حاليا من صغره. لان شايفة فيه منكم آآ ممكن اتعرض ليوت من احد الابوين يعني آآ عينة في حياته. يعني شايف حاجات كتير في حياته بسبب فقدان احد الابوين. ده سبب له مشكلة فيما بعد. وممكن يكون ده اللي اثر على اختياراته برضو. يعني فيه منكم لان فيه منكم اختار على مدار حياته بعد كده اشخاص غير مناسبة ليه بالمرة. استببوله بقاذا كبير يعني. او ممكن يكون التأثير اثر في ان انتو تقدروا تبدأوا علاقة وتلاقوا دايما عندكم الكلام اللي هو طبعا فيه منكم يعني ما تاخدوش الكلام في كله في العام. انه مسلا حد بيقول آآ آآ في الداية اي علاقة ان مسلا شكلها مش هتكمل آآ انا حظي وحش آآ وعارف ان مش هيحصل حاجة. فآآ برضو دي من الحاجات اللي مش آآ مش طح ان احنا نقولها. لان احنا بالكلمات دي ممكن فعلا نجيب لي نفتينا حاجات سيئة. عايزين نلغي ناظرتنا دي خالص ناظرتنا دي لنفتينا. يعني لانها ساعة ممكن تخلي الحياة ما تنشيش بجد. آآ زي ما قلت آآ آآ نغير الطريقة دي فريق التفكيرنا شوية ونكون وفكين ان احنا كويسين ونستحق كل حاجة حلوة لان انتو فعلا كده يا برج الجوزي انتو فعلا كويسين وفعلا تستحقوا كل حاجة كويسة. آآ اللي منكم عنده علاقة مع برج نيري آآ هو يا برج الجوزي مش قادر يفهمك شوية. يعني ممكن ده بيعمل سوق تفاهم في العلاقة. رغم ان فيه بينكم حب على فكرة. المفروض يعني المفروض انك آآ بتتفق حلوة قوي مع الابراج النارية كمان. بزدات الاسد. انت بتتفق قويس جدا مع الابراج النارية. انا شايف الكراءة بشكل ايجابي. لو بصينا لنص الكباية المليان. المهم يا برج الجوزي نسبة كبيرة من الامور في ايدك. يعني لما اقول ان فيه رجوع هيكون فيه ان شاء الله لو انت سعيت لده. لو انت سعيت لده. مش مش تعي انك تجري ورا الطرف التاني. لأ. انك تغير تفكيرك شوية والكلامي بس عشان محدش يزعل. مش معناه انك وحش بالعاكت خالص. بس عايز اقولك ان الموضوع لو حصل هيكون ازاي. مش يعني مش هينفع ايجاتحك عليك وفرحت مسلا بكلمتين من برة. اه فيه رجوع وفيه اه وفيه حاجات حلوة وكده وما تدلكش التفاصيل اللي من جوة. يعني اللي انت ممكن تمشي بيها عشان الامور تمشي معيك. ده في الحالات اللي انفع فيها زي ما قلت يعني. لان زي ما قلت في حالات كانت سيئة جدا. يعني بخروجك منها انت الكزبان. اللي منفاصلين ومش مرتبطين خالص اصلا. اه مطلوب منك التركيز كويس جدا. زي ما قلت في الاول. لان هيكون قدامك ان شاء الله شخصين. واحد كويس ومناسب. واحد لا كويس ولا مناسب. انت اللي لازم تختار. عشان كده قلت تركيزك لازم يكون موجود. انت اللي لازم تختار مين الكويس ومين مش كويس وهيكونوا باينين جدا على فكرة. ربنا يوفقكم اللي فيه خير القراءة انتهت. بدالكو كلكو بالسعادة والتوفيق والنجاح في كل امي. اشتركوا في القناة